هذه ليلة بنت مراهقة كانت تدرس جيداً بحال أي مغربية مسخوطة تحب قضاء الوقت في الهاتف والتقاط الصور ورفعها على سنابشات المشاغبة انتظري علينا الضغط على هذا الرابط ها ها ولكن في أحد الأيام استيقظت باكراً لتجد أمين راغيب يتحدث عن فضيحة اختراق السنابشات والضج على الفايسبوك شعرت الفتاة بالصدمة وتذكرت أنها كانت تضغط على الروابط التي يرسله لها الغرباء وكانت تكتب كلمة السر في أي صفحة تطلب منها إدخال كلمة السر مما جعلها ضحية لهذه الأفعال دون تفكير الأهل عرفوا بما حدث وقاموا بتوبيخها وأخذ الهاتف منها حتى تتعلم إلا ترسل صورها لأي أحد مهما كان ولا تتهور في الضغط على الروابط دون التحقق منها وكان لها هذا درساً قاسياً كيف يفعل هذا بي؟ كان بيننا حب حقيقي وواثقت به من كل قلبي ذلك الحقير وكان من المهم جداً أن تعرف كل فتاة بأن أي شاب لا يجب عليك إرسال صورك له لأنه أغلب الشباب يستعملون هذه الصور في تهديد الفتاة واستغلال خوفها من الفضيحة ليفعل بها ما يشاء دون علم أهلها فكونوا حذرين وراقبوا أولادكم وهواتفهم قبل فوات الأوان لن أثق في أي شاب بعد اليوم خاصة في مواقع التواصل اشتركوا في القناة